القوات الإسرائيلية تعتقل في جنين الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين الفرين من سجن جلبوع السلطات العراقية أو العراقية تكشف عن ضبط مواد دناسفة تم إعدادها للاستهداف زوار كربلاء أزمة صفقة الغواصة تتصاعد باريس تتهم واشنطن وكاميرا بالكذب ولندن بالانتهازية أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية وقدمها لكم إبراهيم بدر أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال آخر أسيرين أو آخر أسيرين فلسطينيين من بين الستة الذين فروا من سجن جلبوع وهما أيهم كممجي ومناظر الفيعة في منزل بجنين وذلك في عقاب عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في جنين وكانت وحدات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى جنين حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الأسكريين الإسرائيليين والفلسطينيين اشتركوا في القناة 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 حدينا حليف اشتركوا في القناة 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 بدورها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخارج نطاق القانون وخارج نطاق الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الانسان نحن امام مجازر بالفعل ترتكب على غرار ما يحصل في ايران ميليشي الحوثي تنقل التجربة الايرانية في التصفيات التي تتم للمواطنين هناك الى صنعاء والى المناطق التي تسيطر عليها ابناء الحديدة في الاساس مسالمون ولا علاقة لهم بكل التهم التي ترمى اليهم في الاساس صالح الصمات هو مجرم حرب وهو مطلوب في الأساس لدى الشرعية اليمنية باعتباره منقلب وباعتباره رفع السلاح على الشرعية اليمنية وباعتباره اخترق الدستور وكذلك مطلوب لدى جهات دولية أخرى هذا وضع البرلمان اليمني المجتمع الدولي إلى إدانة أعدام الحثيين للمواطنين التسعة ومحاسبة مرتكبيه البرلمان اعتبر أيضا أن الجريمة تعد فاجعة ودليلا على تسيس القضاء من قبل الحثيين من جانبه أدانة البرلمان العربي الجريمة التي قامت بها ميليشيات الحثي بحق المدنيين بعد قيامها بأدام تسعة أشخاص بينهم قاصر بشكل أعلني كما أدانة عدد من المنظمات الحقوقية لأدامات وصفة الأمر بالجريمة ضد الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن احتجاجات نفذها العشرات من أمال مجمع عسلية للبتروكيمويات تابع لمدينة بوشهر جنوب إيران بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة الإيرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع الوفد الإيراني لمشارك بجتماعات الجمعية العامة ترجمة نانسي قنقر 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 تفاصيل جديدة نشرت صحيفة نيويورك تايمس في قضية اغتيال أهم عالم النووي إيراني محسن فخر زادة حيث قالت إنها تمت بواسطة سلاح جديد عالي التقنية مزود بذكاء صناعي وكاميرات متعددة تعمل عبر الأقمار الصناعية وبخصوص عمليات الاغتيال السابقة قالت الصحيفة إن إسرائيل استخدمت أسليب متنوعة جرت إحداها بواسطة تسميم أول عالم نووي على قائمة الاغتيال الإسرائيلية في عام 2007 فيما قتل الثاني في عام 2010 عبر تفجير قنبلة عن بعد مثبتة على دراجة نارية الصحيفة أشارت إلى عملية اغتيال معقدة استخدمت فيها إسرائيل تقنية جديدة تعتمد على روبوت قاتل قادر على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة وبالعودة إلى محسن فخر زادة كشفت نيويورك تايمز جوانب من اللغز الذي أطاح بمهندس برنامج إيران النووي العسكري تقنيا اعتمدت الأجهزة الإسرائيلية بعدما استبعدت خيار تفجير عبوة ناسفة وفقا لمسؤول استخبارتي نموذجا متطورا من مدفع رشاش بلجيكي الصنع مرتبط بروبوت ذكي ومتطور وتم بناء الروبوت ليتناسب مع حجم حوض سيارة بيك أب من طراز زامياد شائعة الاستخدام في إيران ليستخدم بعدها في عملية إطلاق النار وحسب التقرير فإن الهدف الرئيسي من الاغتيال هو محاولة عرقلة وتأخير التقدم النووي الإيراني ودفع طهران إلى قبول قيود صارمة على برنامجها النووي الذي يتخذ بعدا عسكريا مضطردا أرسلت المملكة العربية السعودية دفعة جديدة من المساعدات الطبية لتونس في إطار الجسر الجوي المفتوح بين غياض وتونس لمساعدة البلاد على تجاوز أزمة كورونا أكد السفير السعودي في تونس عبد العزيز بن علي الصغر أن المساعدات الطبية التي قدمتها المملكة تتضمن مولدات الأكسجين ما سيوفر كميات كبيرة من الأكسجين لعدد من المستشفيات التونسية خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد وعدو تونس وأوفو وتونس تستحق هذا اليوم استثنائي لسبب محدد أنه هذا اليوم هناك تجهيزات وصلت من المملكة العربية السعودية لتوليد الأكسجين الذي كانت تعاني منه تونس ومن نقصه في أوقات حريجة هذه المعدات أو توليد الأكسجين عالي الجودة عالي التقنية ممتد في استخدامه من 10 سنوات إلى 15 سنة يستطيع أن يغذي عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية في المدينة الواحدة من جانبه أكد مدير الصحة العسكرية التونسية الفريق مصطفى الفرجاني أن موالدات الأكسجين التي قدمتها السعودية لتونس ستساهم بشكل كبير في تفادي نقص الأكسجين في المستشفيات واليوم نستسلم الدفعة الأولى من خمسة موالدات أكسجين التي يقع توزيحهم على خمسة مستشفيات في الجنوب التونسي التي يعطيهم الاستقلالية الذاتية ويجنبونا الأزمة التي عشناها في الأكسجين خلال الموجة الأخيرة يقعدوا مستشفيات يستنعوا في شاحنات في الجبلهم الأكسجين السائل هذا يبش يعطيهم الديمومة يعطيهم الاستقلالية الذاتية الاكتفاء الذاتي اجتمع حزب العدلة والتنمية خلف أبواب مغلقة لمناقشة تدعيات هزيمته في الانتخابات العامة في الثامنة من سبتمبر في المغرب بعد عقد من توليه السلطة وكان حزب العدلة والتنمية قرر عقد مؤتمر استثنائي أواخر شهر أكتوبر ليختار قيادة جديدة بعد الاستقالة الجماعية لأمانته العامة قالت وزيرة الخارجية السودانية المريم الصادق المهدي إن دعاءات إثيوبيا بأن الفشق تابع لها مرفوضة وتمثل تغولا متهمة أديس أبابا بافتعال المشاكل وإثارة التوتر هربا من مشاكلها الداخلية مضيحة أن العلاقات مع إثيوبيا تشهد توترا بسبب الاعتداءات الحدودية وسد نهضة كما أكدت أن السياسة الحكومة الخارجية تعكس سعي السودان للسلام مشيرة إلى أن علاقات السودان خلال النظام السابق اتسمت بالاضطراب إن النصر الكبير الذي تحقق بدعم موقف السودان بشأن سد النهضة في مجلس الأمن مؤخرا يؤكد أن السودان يمضي في الاتجاه الصحيح في اتجاهاته ومطالبه الدولية وعلاقاته الدولوماسية خلال الفترة الماضية كانت هناك مجهودات كبيرة لوزارة الخارجية فقد استقبلت عشرات الوفودة الأجنبية وشاركت في عشرات الفعاليات داخل وخارج السودان وذلك ثمرة الانفتاح والتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة وما نشهده ونمارسه في سياساتنا الخارجية هو تعبير عن روح الثورة وتقديم للسودان المبادر الذي يزعى للسلام والاستقرار والأمن مع جيرانه والإقليم والعالم أجمع رفضت لجنة استشارية أمريكية طلب شركة فايزر الأدوية لإقرار جرعة ثالثة من لقاحها ضد كورونا لكل الفئات العمرية فوق ستة عشر عاما لكن اللجنة وفقت على إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم في سادسة والستين ومعرضون لتراجع المناعات تفاصيل مع بيرغاني من واشنطن أرادت شركة فايزر الحصول على إذن وكالة الأدوية الأمريكية لإقرار الجرعة الثالثة من لقاحها لكل من تلقى هذا اللقاح لكن اللجنة الاستشارية للوكالة رفضت الطلب بأكثرية ضخمة والسبب هو أن المعلومات قليلة ما قدم لنا من المعلومات تقول أن هناك تراجعا في الحماية ضد الأمراض الشرسة بعد تناول اللقاحات لم ينظر إلى هذا الأمر بتقدير في الولايات المتحدة تعتمد مكالة الأدوية الأمريكية على دراسات وتجارب علمية أكبر للتأكد بالنجاعة لقاح أو دواء وكانت أقرة لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون ان جونسون بعد تجربتها على أكثر من ثلاثين ألف متطور تواجه الولايات المتحدة أزمة حقيقية مع تصاعد جائحة كورونا فعدد الوفيات لمس الألفين يوميا منذ أسابيع وعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ما زال أقل من نسبة سبعين في المئة التي يريدها الرئيس بايدن ويرى أعضاء اللجنة الاستشارية أن هناك ضرورة لمتابعة حملة التلقيح أكثر مما هناك حاجة لإعطاء الجرعة الثالثة لو أردنا السباق الجائحة علينا تلقيح من لم يتلقوا اللقاح وتشير البيانات إلى أن البؤر موجودة في مناطق التلقيح فيها قليل بعض الذين تلقوا جرعتي فايزر محظوظون فاللجنة الاستشارية أقرت الجرعة الثالثة لمن هم في الخانة العمرية أكبر من 65 عاما ولديهم تناقص في المناعة فمن الممكن أن يتلقوا الجرعة الثالثة وعلى الوكالة الأمريكية للأدوية إقرار توصية اللجنة الاستشارية فيار غانم العربية واشنطن خرج المئات من المتظاهرين إلى الشارع في العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بإجراءات الحكومة المتعلقة بإلزامية اللقاح خاصة للعملين في المجال الطبي وكانت الحكومة أعلنت أن المستشفيات ودور الرعاية والمراكز الصحية أوقفت حوالي 3000 عامل في جميع أنحاء فرنسا لعدم امتثالهم لإجراءات التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا كما أعرب عددهم من المشاركين في التظاهرات عن استياءهم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية حول إلزامية التلقيح للعملين في المجال الطبي أشعر بالإشمئزاز مما يحدث لأنهم لا يستطيعون حرمان الناس بشكل تعسفي من أجورهم الأشخاص الذين كرسوا حياتهم لرعاية الناس مجبرون على إخضاع أجسادهم للعنف لممارسة مهنتهم هذا مثير للإشمئزاز بالنسبة لي أنه لا يطاق لا يطاق تماما العاملون في المجال الطبي الذين اعتدنا أن نحييهم منذ عام ونصف لأنهم كانوا ينقذون الأرواح بلا أي وسيلة ولم يكن لديهم أقنعة ولا شيء على الإطلاق مجرد أكياس قمامة لحماية أنفسهم اعتدنا أن نحييهم ونعاملهم مثل الأبطال واليوم بعد عام ونصف نعاملهم مثل الآفات لأنهم لا يردون التلقيح أو إظهار تصريح طبي شهدت القنوات البحرية في مدينة البندقية الإيطالية قيامة فرقة موسيقية بأداء عصف مميز على متن قارب بهيئة كمان عصف طلب وزير خارجية اليونان من سفارة بلده في أنقرة تقديم احتجاج قوي على المضايقات التركية لسفينة الأبحاث نوتي كالجيو في مقابل هاجمت تركيا بيان قمة جنوب أوروبا حول منطقة شرق المتوسط وصفة إياه بالمحاز والبعيد عن الواقع كانت تتم بحثت عددا من الملفات من بينها التوتر في منطقة شرق المتوسط في مدعاة باريس إلى توضيح العلاقات مع تركيا في ظل استمرار أنقرة من تهاك سيادة قبرص واليونان في البحر المتوسط افتتحت اليونان مركزا جديدا مسيجا للمهاجرين في جزيرة سعمص ليحل محل المخيمات مخيمات اللاجئين في خطوة انتقدتها منظمات الإغاثة التي شبهت المنشأة بالسجن وزيرة الهجرة أو وزير الهجرة أعلن أنه ستتم حراسة المبنى الجديد المزود بأسلائق شائكة وأبواب إلكترونية ستبقى مغلقة ليلا وسيكون مزود بكاميرات مراقبة والمسؤولون برروا التجديد الأمني بهدف تأمين حماية أفضل للمهاجرين الذين واجهوا حوادث عنف واعتداء في المخيمات واجهت اليونان ضغوطا هائلة على الهجرة منذ عام 2015 وتمكننا في العامين الماضيين من تقليل التدفقات بشكل كبير من خلال اتباع سياسة هجرة صارمة ولكنها عادلة وتمكننا من تقليل عدد الأشخاص الذين يعيشون في الجزر مما جلب الاهتمامات للمجتمعات المحلية ونحن الآن ننفذون موذجا جديدا في المخيمات هذه المراكز الخضعة للرقابة المغلقة توفر ظروفا معيشية أفضل بكثير وتخصص مساحة أكبر لكل طالب لجوء مع جميع التسهيلات اللازمة ونوع المعايير المعيشية التي تتوقعه من إحدى دول الاتحاد الأوروبي ولكن في نفس الوقت زادت الأحكام الأمنية لفائدة طالبية اللجوء ولصالح الموظفين ولصالح المجتمعات المحلية بعد حرب بدأت بالإطاحة بطلبان من السلطة عام 2001 وانتهت بعودتها للسلطة واشنطن تحاول مقاربة دبلوماسية مع طلبان لإحاءة مفوضة السلام معها شرط التزام الأخير بالتعهدات التي قامت بها أمام المجتمع الدولي بعد انسحاب كابل الذي اتسم بفوضوية عارمة تحاول أمريكا مقاربة دبلوماسية مع حركة طالبان التي عادت للسيطرة في أفغانستان صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن جهود تبذلها واشنطن لتمديد تعليق حظر السفر ضد طالبان وذلك للسماح لوفد من الحركة بالسفر لمتابعة مفاوضات السلام واشنطن تأمل بأن تكون الدبلوماسية مع الحركة حافزا لها لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بمحاربة الإرهاب في أفغانستان وهي التعهدات التي سبق لطالبان أن قدمتها للمجتمع الدولي التعليق يسمح لأفراد الحركة بالسفر ضمن نطاق معين بهدف إجراء مفاوضات كما بالوصول إلى الخدمات المصرفية أثناء السفر وبحسب مسؤولين غربيين فإن الاقتراح الحالي ينص على السماح لتعليق حظر السفر مدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين تم قبولهم للسفر سابقا ومن بين أعضاء طالبان الأحد عشر الذين يسمح لهم حاليا بالسفر الملا عبدالغاني برادر مدير المكتب السياسي لطالبان الذي تم تعيينه على رأس الحكومة الجديدة في أفغانستان حظر السفر كانت فرضته الأمم المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر على أعضاء طالبان المدرجين على القائمة السوداء للإرهاب لكن عام 2019 أصدر مجلس الأمن تعليقا محدودا لحظر السفر يسمح لوفد طالبان بالحضور إلى الدوحة لمفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية المدعومة من أمريكا آنذاك بعد اعتراف الجيش الأمريكي بقتل عشرة مدنيين عن طريق الخطأ خلال الغارة في كابل خلال الشهر الماضي تطرح استراتيجية محاربة الإرهاب عبر الأفق التي تحدث عنها الرئيس بايدن تطرح جدلا في واشنطن في مقابلة مع العربية شكا كمسؤول سابق في البنتاجون وفي الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشان بلينسكي نجاح تلك الاستراتيجية في أفغانستان والتي عادت ملاذا للمتطرفين استراتيجية محاربة الإرهاب عن بعض أو عبر الأفق التي أطلقها بايدن مع انسحاب قواته من أفغانستان تطرح جدلا واسعا في عواصم القرار العالمية وخاصة في واشنطن فعالية تلك الخطة قصتنا اليوم مع مارشان بلينسكي المسؤول السابق في البنتاجون عندما وقعتها جماعة الحادي عشر من سبتمبر قبل أن يعينه ترومب مساعد لوزير الخزانة لمكافحة تمويل الإرهاب استراتيجية جديدة إذن تبنتها واشنطن اليوم لمواجهة الإرهاب ما رأيك بها؟ بالحقيقة لا يوجد شيء اسمه حرب عبر الأفق ما شهدناه في الضربة التي تسببت بمقتل أحد عمال الإغاثة والعديد من الأطفال كانت بالمبدأ تستهدف عنصرا من تنظيم داعش خرصان يؤكد على ضرورة تمركز قوات استخباراتية لنا على الأرض الحرب على الإرهاب أصبحت أصعب بكثيرنا الآن والعالم بات أكثر خطورة الاستراتيجية عبر الأفق وفق مصادر العربية ترتكز على الاستعانة بقدرات بشرية في أفغانستان ورصد إلكتروني من خلال الأجهزة التنصد وعمليات مسح جوية عبر مسيرات تحلق على مدار الساعة وقادرة على تدمير أهداف من الجو لماذا تشككون بهذه الاستراتيجية رغم أن الحرب المباشرة لم تقضي على الإرهاب أيضا؟ أولاً أي مواجهة تحتاج إلى عناصر استخباراتية على الأرض والتي مزقت بالكامل في أفغانستان بعد أن تخلينا عن جزء منهم وجزء آخر اكتشف أمرهم أما بالنسبة إلى المسيرات التي تحلق على مدار الساعة التي تحدثت أنت عنها فالقاعدة وشبكة حقان وطالبان هم على دراية بها ومنذ سنوات عديدة نجحوا في حماية أنفسهم والالتفاف عليها كما أنه بعد أن خسرنا القاعدة العسكرية لنا أصبحت أقرب قاعدة عسكرية لنا في منطقة الخليج العربي وهي بعيدة نسبياً وتتطلب الكثير من الموارد لتكون فعالة بالنسبة إلى أفغانستان عام 1996 عندما سيطر الطالبان بالكامل على أفغانستان اعتمد كلينتون سياسة مزيج من الضغط والإقناع ووجه ضربات عسكرية للقاعدة في أفغانستان وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر اعتمد بوش القوة العسكرية الكاسحة مدمراً بنية التحتية للقاعدة قبل أن تطيح العملية العسكرية الأمريكية بنظام طالبان جوم اعتمد الحوار معها للانسحاب بايدن أيضاً أبقى قنواته مفتوحة مع طالبان خاصة أثناء عمليات الإجلاء هل ترى أن الحوار مع جماعات مسلحة مفيد؟ من وجهة نظري ليس من مصلحة الولايات المتحدة الحوار مع أي من التنظيمات الإرهابية تعاملنا مع طالبان منذ سنوات عديدة ولكن من الواضح أن طالبان لن تتخلى عن عقيدتها باحتواء الإرهاب ما ردكم على كلام الإدارة الأمريكية التي تؤكد أن الخطر الإرهاب الأكبر اليوم يأتي من الصومال وسوريا والعراق واليمن أعتقد أن ذلك قد يكون صحيحاً اليوم ولكن يجب أن تشمل القائمة الحزب الله أيضاً الذي يعمل من لبنان ويمثل أكبر تهديدنا اليوم مع وكلاء إيران ولكن بالعودة إلى الحديث عن القاعدة فإن خطرها زاد لأن تمويلها سيزيد بعد أن أصبح لديها موطئ قدم في أفغانستان بمساحة تكساس تقريباً وأصبحت لديهم موارد مالية أكبر مارشال بلينسكي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ومسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية شكراً جزيلاً لك إلى اللقاء أثار قرار حركة طلبة متعلق باستبعاد الفتيات من الصفوف العليا من العودة للمدارس أثار استياءاً داخلياً وخارجياً وأيقظت الخطوة المخاوف من عودة الحركة إلى سابق عهدها فيما يتعلق بحقوق المرأة أصوات ضجيج الطلبة تصدح في باحات المدارس الأفغانية بعد أن هجرتها لأسابيع طالبان وبعد توقف الأعمال القتالية سمحت بعودة الحركة التعليمية لكن المشهد منقوص أبواب المدارس فتحت فقط أمام الطلاب والمعلمين الذكور أما الفتيات فيبدو أن النظام خذ لهن من جديد وراحت عوده بالسماح لهن باستئناف الدراسة أدراج الرياح بدون المرأة لا يمكن لأمة أن تحقق التقدم الكامل وتبقى غير مكتمرة وحتى الآن لم تتخذ الحكومة أي خطوات في هذا الصدد تحتاج نساؤنا إلى الحصول على حق التعليم لكل إمرأة الحق في التعليم أو التدريب وكذلك أن تكون قادرة على العمل في الحكومة في حدود الإسلام رغم أن طالبان أجازت للإينات في الصفوف الأولى فقط بمعاوادة التعليم إلا أن بيانها المتعلقة باستئناف الدراسة لصفوف العليا لم يشر لهن قط فالحركة لم تكتفي بتجاهلهن من ارتياد المدارس بل طلبت من النساء في بعض القطاعات التوقف عن العمل علاوة على أنها ألغت وزارة شؤون المرأة خطوات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور تظهر موظفين بالوزارة يتظاهرون أمام المبنى احتجاجا على خسارة وظائفهم أما دوليا فقد أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن أسفها لقرارات طالبان وحثت على استئناف تعليمهن دون تأخير وأن تتمكن المعلمات من مواصلة التدريس إذن وبعد قراراتها بحق المرأة تتصاعد المخاوف من أن خطابات طالبان المتعلقة بحقوقها لم تكن سوى مناورة لكسب الوقت والحصول على اعتراف دولي إلين يوسف العربية هبطت كابسولة سبيس إكس التي تحمل اسم كرو دراجون بطاقمها المؤلف لأول مرة من أربعة مدنيين بسلام في المحيط التسيق وبالت سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية بعد رحلة استمرت لثلاثة أيام اشتركوا في القناة